طيب شو اللي بيثبت لنا انه نبواته صح واحد الترجمة السبعينية اللي كانت قبل الميلاد 250-280 يعني في ايام بطليموس الثاني اللي بتسمى الترجمة السبعينية اي ترجم العهد القديم اللغة الفصحة الى الترجمة اليونانية اللي ابتدأت بعد الاسكندر وتنتشر رويدا رويدا فهي الترجمة موجودة ثم احباء الشيء التاني شهادة المسيح وشهادة الرسل شهادة المسيح يعني بيتكلم عن الميلاد العذراوي بيتكلم عنه انه يدعى اسمه عجيبا الها قديرا حتى نبوة اشعياء اللي اقتبسها في مجمع الناصر اروح الرب علي لانه مساحني لابشر المساكين من اشعية واحد وستين وهكذا احبائي عن الام وموت المسيح وقيامته نبوات عظيمة جدا استشهد فيها المسيح بالحقيقة انه اكثر نبي استشهد به في العهد الجديد هو اشعياء وطبعا مع المزمير يعني اتنين فكثرت الشهادات عن اشعياء من فم المسيح المبارك الطاهر هذا اكبر دليل على صحة اشعياء النبي ثم احبائي الشهادة الثالثة احنا قلنا الترجم السبعينية قبل الميلاد شهادة المسيح والرسل ثم احبائي مش عاوز اتكلم عن المؤلفات التاريخية والمؤرخين الى اخره يكفي ان نقول اكتشاف مخطوطات قمران اكتشفوا مخطوطتان للنبي اشعياء مخطوطتين كاملتين موجودتان في متحف اسرائيل في القدس اورشليم بالكامل اللي بتقرأ اليوم في اشعياء هو نفس المخطوطة بيرجع تاريخها حوالي 150 سنة قبل الميلاد هذا اندل على الشيء بدل انه الله ساهر على كلمته ليجريها عاد عن الاقتباسات الكثيرة والقراءات التي تقام في المجامع اليهودية وفي الهيكل وفي الكنائس المسيحي كلها تشهد لصحة النبي اشعياء اشعياء